وهو إن القلق والأكل وكل حاجة القلق النفسي والأكل وكل حاجة مرتبطة الجسم بالنفسية فبتخلي الجسم في حالة ممكن تبقى عرضة للكنسر وقلت معلومة مهمة جداً إيه بقى؟ قصة 100%؟ هقولك زمان أما كنت بدرست لسه في الأول يعني زمان شوية يعني كانوا بيقولوا 90% من الأمراض بتاعة الجسم سببها الحالة النفسية دلوقتي No, it's FDA approved in 100% من الأمراض اللي بتجينا في جسمنا سببها حالتنا النفسية إيه في السرطان؟ نركز بقى وقفة هنا 100% من حالتنا النفسية ليه علاقة بإن الواحد يجي له سرطان ده أكيد 100% يعني إحنا طبعاً عشان كده بايرا دلوقتي بقوا بيلجأوا يعني طرق العلاج بتاعة السرطان اختلفت ما بقاش مجرد أنه بياخد كيمو ثيرابي وريديو ثيرابي والكلام ده لا يعني مثلاً دولة زي ألمانيا وأنا أعرف كيسيز عملت كده عالجوهم بتصبيت الأكل موضوع الأكل ده مهم جداً 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 طبعاً يصده بأن دلوقتي القصة اختلفت خالص ما بقاش أنا شايفة العلاج اللي هو العلاج النفسي مهم جداً جداً بالضبط والعلاج الكيموي اللي بيستنزل فلوس رهيبة أيوة ووجع رهيب وبروسس فظيع وطويل أنا شايفة أن كل ده ممكن يتحط كده على جنب وقصاده هو نفسية تبقى حلوة والتغذية تبقى مظبوطة أنت لو سألت أي واحدة كان عندها كانسر قبل كده هو أنت كنت يقص ظروف اللي بتموري بيها سيها تعبانة نفسية هتقولك مقاسي مقاسي فهم عشان كده برد لديهم بيركزوا قوي على العلاج النفسي مع العلاج اللي هي الكومبليمنتري ثيرابي مش لازم بقى الأدوية قوي فيه طبعاً حاجات لازم بيتخذ لها يعني عشان برضو الحاجات دي مش متعاردة قوي مع بعضها لكن هو الأساس الأساس حالة نفسية للمريض هو أنت حصل لك إيه في السنة اللي جالك فيها يعني دي نقطة مهمة جداً طيب